هيا جماعة برحب بيكو اهلا بيكو في حلقة جديدة وفيديو جديدة هنتكلم فيه عن مين هما الابراج الاكثر روحانية الابراج اللي عندهم روحانياتهم عالية اوي اوي عندهم روحانيات قوية الابراج دي بيعرفوا عندهم حاسة سادسة او عندهم احساس قوي اوي ولما بيحسوا بالحاجة بتحصل بالزبط كأنه هما بيتفرجوا على موفي هل فيه اابراج فعلا عندهم زي عين تالتة وبيقدروا يحسوا بكل حاجة كأنها حقيقة ولا لا طيب قولولي يا جماعة بتتفرجوا علي من فين وسؤال الحلقة هو هل انت بتحس ان انت برج روحاني ولا لا وانت برج ايه وبتحس ان انت روحاني بنسبة كم في المية اوكي يعني كل واحد يقولي هو برج ايه ويقولي ان هو بيحس نفسه روحاني بنسبة قد ايه اوكي طيب قولولي مين اكتر برج يعني دايما مثلا بتلاقي عندك حد في صحابك في الشيلا كده يجي يقولك انا حاسس ان فلان دا هيكلمك وهو مثلا ما كلمكش الشخص دا ما كلمكش بقاله سنتين وفعلا زي ما هو قالك انا حاسس ان هو هيكلمك هيكلمك حد انت بتحبه مثلا وفاهم ان انت هترتبط به وفاهم ان الحب مولع في الدولة لك على فكرة هو بيشتغلك وبيلعب بيك وبعد كذا شهر تكتشف ان الشخص دا فعلا بيلعب بيك مع ان كان كل الديليل بتقولك ان الشخص دا بيحبك وان هو فايه الابراج اللي فعلا لازم تتفق في احسابه برج دا او شخص من المواليد البرج دا يجي يقولك انا حاسس بكذا لا حط كلامه يعني في الجد لان هو الشخص دا بنسبة كبيرة جدا بيطلع احساسه صادق واحساسه صحيح بنسبة قوية جدا جدا كان العادة بليس ما تنسوش تقولولي بتتفرج عليها من فين وانتو برج ايه وقولولي مين اكتر برج روحاني اتعملتوا معي طيب هما خلواني اقول ستة ابراج هما الاكتر روحاني بس في الاخر الفيديو هنقول مين طوب ثري يعني فيه ثلاثة كده خاف قوي منهم خاف جدا منهم طيب في المرتبة السادسة بيجي برج السرطان برج السرطان معروف ان عنده قدرة رهيبة يعني هو شكات جدا وبيفكر كتير قوي دايما الشخص اللي بيفكر كتير فبيحل الكويس وبيعرف يقرأ الناس دا ثير ان هو بيبقى عنده حدس كده فبرج السرطان سبحان الله بيعرف يجذب اي حاجة وعايزها قانون عنده قدرة رهيبة على جذب اي شيء هو عايزه والحاجة التانية ان هما عندهم قدرة رهيبة على الاحساس يعني اذا ما يقولك انا حاسس ان كذا هيحصل بيحصل فخفوا من برج السرطان يا جماعة السرطان عنده قدرات روحانية مخيفة واللي بيحس بيحصل ولما يقولك انا حاسس ان فلان دا يكلمني بيكلمه فعلا حاسس ان مش عارفة مين هيسيب مين بيسيبه حاسس ان دا بيحبني وهو اصلا ما بيقولوش اي حاجة بيطلع بيحبه ولما بيحط حاجة في دماغه السرطان الابراج اللي بتعرف توصل اللي هي عايزه عن طريق law of attraction فسرطان برج مائي برج روحاني برج عنده احساس قوي جدا جدا باي حاجة هو عايزها فهم الابراج اللي بجد مخيفة انا بشوف برج السرطان برج يعني بيعرف يقرأ كمان الناس كويس قوي بغض النظر عن قدراته الروحانية الا ان هو عشان بيفكر كتير اوي عشان هو هادي عشان هو بيحلل كويس بيعرف الناس دي الشخص ده بيعرف يحلل ويقرأ الافكار حلوة جدا 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 طيب تاني برج من الابراج اللي عندهم قدرة روحانية خطيرة رهيبة مخيفة فظيعة مؤلمة يعني خف على نفسك قوي قوي هو برج الدلو برج الدلو يا جماعة حتى الطفل الدلو تلاقي بيحس بالحاجة بتحصله من هو الطفل كده برج الدلو تحس ان عنده تخاف كده عنده عفاريت كده وفي حاجة غريبة فيه شعوازة بتحصل في الموضوع برج الدلو حتى دايما تحس ما هو ممكن يعني بسهل ان هم يتأثروا بالاعمال ويتأثروا بالسحر لان هم روحانياتهم عالية بشكل غريب عندهم روحانيات بشكل مخيف يعني فبرج الدلو من الابراج اللي لم يقولك انا حاسس بكذا ثق في احساسه انا عايز اقولكو هلا حاجة انا كنت حامل يا جماعة واختي صغيرة رانا هي دلو كان عندها خمس سنين فبعدين لأ كان صغير عندها ست سنين اعتقد ببداية الحمل بتاعي كان عندها ست سنين اه فمامتي بتقول لها راشا عندها بيبي يا رانا قلت لها she's getting a girl فماما امت قالت لها رانا لأ هي لي يا رانا بتقولي كده ان شاء الله يجي لها بوي قلت لها no she's getting a girl i'm sure about it يعني هي يا رانا كنت تكلم انجليز عاليش عشان كده افتكرت موقف في الانجليز يعني بتقول لها انا متأكدا ان جاي لها ولد وفعلا جات لي بنتي راند بنتي ربنا يخليها لي يا رب فعلا كاب بنت لما اسراء اختي كتحامل امت قالت لا اسراء كتكبرت شوية قلت لها انتي حامل في بنت فاهمين يعني اللي هو مش كل مرة بتصبط معاها يا زبطت معاها بس بس بفعلا اي حد حامل تقوله انت حامل في كذا وانت حامل في كذا فبتعرف بطريقة غريبة كل شخص حامل في يعني لا برج الدلو يا جماعة مخيف عمر ابني مرل زمالك بنعمل اهلي عمر اهلاوي قال لي النهاردة التيم بتاعك هو اللي هيفوس يعني كان ماتش اهلي وزمالك قال لي انا مش بقوله يا عمر ليه مش متحمس كان دايما ان عمر تحس ان هو متحمس وهو بتفرج على ماتشاط الكورة فاليوم دا بالزف مكانش متحمس قال لي عشان امشور ان انتو التيم بتاعك هو اللي هيكسب فاستغربت قوي يوم هالزمالك هو اللي كسب فعلا فالبرج الدلو ايفن الاطفال يا جماعة عندهم قدرة روحانية غريبة جدا جدا ان هما يحققوا كلها ان هما يوصلوا لأي حاجة هما عايزينها وان هما كمان يقروا الناس وبيعرفوا يقروا الشخصيات كويس قوي هو برج زكي جدا 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 فمنتهى الزكاء فبرضو زكاءه بيخلي بغير ان روحانياته مش طبعية فخافوا لما برج الدلو يقولك انا حاسس بحاجة اسمعوا الادفايزز ونصائح بتاع برج الدلو اللي انها بنسبة كبيرة جدا جدا بتطلع صح يبقى رقم واحد برج السرطان رقم اتنين الدلو رقم تلاتة هو برج ناري هو برج برضو روحانياته قوية جدا جدا روحانياته عالية جدا جدا وهو برج الحمل اف بقى الحمل دا تحسنوه مشعوز اقسم بالله العظيم مخاوي يعني كأنه بيشوف بيسمع يا جماعة الحمل اولوكو على حاجة والله العظيم ويعني انا احاسب على هذا الكلام ولو اي حد عنده كلام قد يجي يقوللي ان برج الحمل بيسمع وبيشوف حاجات وهو مش موجود يعني ممكن يحس بconverzation ومحطة كاملة وهو مش موجود ويعني ويحكيها بيشوفها كأنها حقيقة فبلا برج الحمل عنده قدرات روحانية وقدرات وبيعرف يعمل تشافي وعندهم روحانياتهم عالية جدا 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 عشان كده برج الحمل دول ممكن يشتغلوا في التاروت يشتغلوا روحانيين يشتغلوا معالجين نفسيين لان القدراتهم روحانية جبارة مش طبعية يعني مخيفين عارف يعني مخيفين هما مشعوزين يعني بيشوفوا حاجات الدلو كمان ممكن تحس ان هما بدخلوا الدلو عنده فلسفة فشخص فايلسوف بدخلوا بقى في عالم اخر كده تحس ان هو دخل في عارفين بقى اللي هو الحاجات الالهية دي اللي مخيفة دي لا الدلو كده والحمل كده كمان طيب يبقى احنا قلنا تلت ابراج بس برج الحمل خافوا قوي 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 من برج الحمل والست الحمل بالذات روحانيتها عندها جهاز عندها حساسات سا عندها جهاز كشف الكد يعني الست الحمل جزء ما عارفش يكذب عليها لان لو كذب عليها كده كده هتقفش كده كده هتقفش وهتقفش ومتلبس وهتعرف القصة كلها فيعني اي حد ما تجاوز ست برج الحمل خاف منها كده وخاف على نفسك او يعني انت هتخاف على نفسك وخاف منها الاتنين يعني فست الحمل بتشوف وبتسمع وزكية لا يعني هست قوية خافوا يا جماعة برج الحمل برج روحاني جدا جدا يكد يكون من اكتر ابراج روحاني طيب قولولي يا جماعة بتتفرجوا علي من فين قولولي انتو برج ايه قولولي مين اكتر برج روحاني اتعملتوا معاه وحسيتوا انه هو كأنه بيشوف حاجات كده شوفوا عفاريت مثلا قولولي مين فعلا اكتر برج انت خفت من كتر البصيرة اللي عنده طيب قولولي بتتفرجوا علي من فين وانتو برج ايه وكل واحد يقولي هو برج ايه وبيحس ان عنده روحانيه بنسبة كم في الماء طيب احنا قلنا تلات ابراج رابع برج هو برج مائي برضو لان الابراج المائية يا جماعة كلها يعني عنصر والماء بيخليهم روحانيين هو برج الحوت اف يا جماعة تعالوا بقى ما احكي لك انا انا امي حوت يا جماعة اوكي يعني انا هديكو خبرات انا الشخصية امي حوت انا عمري ما كدبت يعني مثلا ممكن انا بكدب على ماما في حاجة اليوم اللي بكدب فيه بتقفش ماشي ممكن يوم تانية هي نفس الحاجة بس انا ما كدبتش وقلتها لها نفس الاجابة يعني تقولك لا ما تشكش هي بتشك في اليوم اللي في حاجة غلط فعلا فماما بقى لا ايه ومسلا كعشان انا مامتي كتعيشها برا مصر وانا في مصر الواحدي بقى في مصيب ومش رعيز احكي لها يعني عندي مشكلة تقصص بيدي تقول لي انت من الك يا رشان والله بالعظيم اوكي انا قاعدة في قلب المصيبة مواعرفين انت قاعدة في قلب الحدث لا لا انا القاعدة في قلب المصيبة مش عايزة امتي تصل بيتي تقولي انا حلمتي بك حلم او انا خايفة عليكي طب احكي لي ائن حصل وحصل ايه في يا جماعة والله العظيم خافوا واحذروا وكل حاجة كمان الحوت زكي جدا وبيعرف يحلل ويقرأ شخصيات بسريقة مش طبعية برج الحوت من أبراج شديدة ادهاء الاجتماعي عندهم زكاء اجتماعي وبيعرف يقرأ أي شخصية في الدنيا ادي له أي شخصية صعبة هيقرأه لك وهيحللها لك وهيبهرك بقرايته فهو شخص محلل بارع جدا جدا هو شخص أصلا بيعشق الامجينيشن هو شخص حالم عايش في الخيال بتاعه فهو بيتخيل والخيال بتحول لحقيقة فبرج الحوت لما يكون حاسس أو شاكك في حاجة ويجي يقول لك أنا حاسس أنا شاكك أنا خايف خاس لأنه هو ساعتها هيبقى كلامه صحة بنسبة كبيرة جدا جدا وإحساسه بيبقى صادق وروحانياته لأنه طيب كده وبيور فسبحان الله اللي بيحس فيه بيحصل وبيكون حقيقة بنسبة كبيرة جدا 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 طيب البرج اللي بعد كده هو برج مائي برضه وآخر برج مائي يعني تقريبا أبراج المائية كلها تقالت وهو برج العقرب يا لهوي على برج العقرب برج العقرب برضه عشان هو شديد الذكاء وعشان هو شكاك برضه عشان هو بيحس قوي يا جماعة برج العقرب إحساسه دايما بيطلع الصدق إحساسه بس بعيد عن شخص بيحبه لأنه لو بيحبه بحد بيبقى مش روحاني قوي بس برج العقرب من الأبراج اللي روحانياتها عالي قوي إحساسها عالي جدا إحساسها قوي جدا جدا الحسة الثادثة عندهم جبارة جبارة والله العظيم طيب آخر برج هنقوله وهو برج ترابي وده بقى number one رقم واحد فعلا في الموضوع الروحانيات وإحساسه غريب مخيف يعني بيدخل في أعماقك يتغلغل في أعماقك يبص في عينك كده لو أنت بتكدب يعرف أنت بتكدب عنده برضو جهاز كشف الكد ده غير إن إحساسه إحساس غريب وشاطر في اللوء في أتراكشن البرج ده بيعرف في أتراكت أي حاجة هو عايزها بيعرف يعني يعني بيعرف يوصل لو هو عايزه بدماغه بالعقل الباطن بتاعه هو شخص ذات شديد الزكاة مين هو البرج ده؟ هو برج العزراء برج العزراء يا جماعة هو برج الترابي الأكثر روحانية عنده قد حساسات سراهيبة بيحس بالحاجة قبل ما تحصل عارف أنت اللي هو مثلا واحد بيحور عليك هو بصول كده أقولك ده كداب ده بيحور ده ابن ستين في سبعين ده صادق ده بيحبك بجد يعني يعني أولوك على حاجة جماعة موقف أنا عزراء طبعا أنتوا عارفين موضوع ده مرة وأنا في الجامعة أنا كنت في كلية تجارة إنجلش فيه واحدة صاحبتي كانت معي في كلية فإحنا كنت في جامعة المنصورة فإحنا كنا الكليات بتاعتنا جان بكلية هندسة فإحنا مش مع الناس يعني كعندي أصحاب في هندسة من دفعيتنا بس إحنا دعوه في كليتنا ونقضوا في كليتهم فأحيانا كنا بنجامع كده فإحنا كنت دايما في سنة أولى كنت بعدي أنا واحدة صاحبتي وقدام كلية هندسة فإن كان فيه ولد كده في كلية هندسة كل ما بعدي من قدام أقول لها على فكرة يا يارا تقولي نعم أقول لها أنت هتتجوزي الولد ده تقولي رجل أنت مجنونة مين ده أصلا أقول لها أنت هتتجوزي الولد ده أوكي ماشي إن شاء الله يعني بعدين ويعدي أيام وليالي وبعدين متر منعدي أقول لها اللي هتتجوزيه هو شايفاه احفظي شاكله عشان أنت هتتجوزيه ده هتتقولي هو أنت بتقوليني كده ليه أصلا شاكله ما بعجبنيش أقول لها بتقولي بنتي أصلا إيه لا كانت صاري هو كأمور كانت تقولي ستايله كده مش بعجبني وكان شعره بقى كرلي كده لا أنت هتتجوزي الولد ده أقول لها هو إحنا نعرف وإحنا عمرنا تكلمنا معاد ده ما ببصريش أصلا أقول لها هو مكانش بكراش عليها ولا حاجة أقول لها مش ويتعدي سنة تانية وثالثة كل ما شوفوا أقول لها على فكرة أهو خطيبك أهو جم في سنة رابعة حصل موقف اتعرفوا على بعض اتخطبوا بعد التخرج ويتجوزوا أنا عايز أقول لك أن كل شوات تتصل بها تقولي يا أستاذة رشا أنت السبب في الجوازة السوداء بتاعتي دي أقولي شكرا 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 تقولي أما انت شبتي اللي كانت بقتيني وقولتيني هتجي والله يا جماعة والله أنا أول ما بصيت له في وشه أعرفت إنهم هتجوزوا ما كانش بك هو أصلا بقولها عمري ما خدت بالك يعني هو عمره ما شافها ولا عمره خد باله منها ولا عمره بصيلها إلا في سنة رابعة أنا بقولها من سنة أولى هو نفس دفعتنا يعني إحنا قد بعض عشان كده بنكبر مع بعض وكنت أقولها مش مثلا أنا حاسة لا بقولها أنت هتجوزي أقسم بالله يا جماعة صاحبتي مسمياني الشاحرة الشريرة صاحبتي دي في المنصورة مسمياني رشا الشاحرة الشريرة وهي الولد أصلا اللي هتجوزته مش مصدق هو فاكر إنا بنشتغله وتقوله والله يا ابنك بتقولي أنت هتتجوزي الودة أنا ما عرفش اسمه ولا عمرنا في حياتنا ولا في أي حاجة كامل ما بيننا يعني مثلا لو في شلتنا ناس مشتركة فعارفين إحنا نتعرف عليه في يوم من أيامه و هنتكلم و هنعرف مفيش بس أنا كنت بقولها الودة أنت هتتجوزي لا والنوم إن كل ما شوفها فكرها يعني أفكرها 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 ف It's magic طيب يبقى برج العزراء هو البرج الأكثر روحانية على الإطلاق طيب لو في برج مثل ممكن أقوله مكرر أقول برج مين هقول برج الميزان برضو برج الميزان من الأبراج روحانياتها عالية جدا جدا وعندهم طاقة روحانية قوية وإحساسهم قوي جدا جدا وبيحسوا بالحاجة وأسكاة جدا جدا وعندهم جهاز كشف الكتب برضو فالميزان برضو برج روحاني قوي هنقول top 3 بقى أنا عايزاك توقفوا في الفيديو تقولي مين أكثر ثلاث أبراج بتحسوا أن هم روحانيين ودائما ما كنا بقول لكم هالحاجة بتطلع صح بالظبط أنا بالنسبة لي رقم واحد العزراء رقم اتنين الدلو رقم اتنين الدلو رقم اتنين الدلو رقم تلاتة الحمل عزراء دلو حمل ممكن رقم اربعة سرطان خمسة حوت ستة أنا عقول ميزالم سبعة عقرب يعني دا ترتيب أنا عكا رشا قولولي بتتفقوا معي ولا لا وحكولي بقى ايه قصاصك الروحانية أنا برضو يا جماعة عايزا أقولك على حاجة أنا عندي واحدة صاحبتي برج العقرب بس مها 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 دايما اقولها مثلا ايه مها بقولك في كذا كذا تقولي مش جاي مش هيحصل اقولها ليه بتقولي كده معين بصوا لو كل حاجة بتقول انش حاجة دي هتحصل مها مش ليه حبيبتي مها كل حاجة هي بتقولي اقسم من اللمه هيحصل وفعلة اللي بتقوله مبيحصلش لما تقولي اه لا هيحصل كذا بيحصل فبرج العقرب يعني لأ فضيع 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 هقولي بقى قصاصكو الغريبة في وضوع الروحانيات دا أنا مامتي برضو مبهرة اقسم باللمة دي فضيعة لما تقولك انا حاسة يعني في موقف قريب قالتلي راش ابعاتي كذا الكذا انا حاسة ان هو مش هعمل حاجة قالتلي مامتي بستني شوية تقولي اقسم باللمة يا عبارك مش هيبعاتلك ابعاتي المسج وقولي فيها كذا كذا قالتلي مامتي باستني شوية وفي الاخر الكلام اللي اتقولي حصل بالضبط فانا كان عندي ثقة في هذا الشخص وثقة فيه للأسف وقعت وهي قالتلي مش انا اقولتلك يعني حذرتني وقالتلي انا اقولتلك شكرا على كل الناس بيقولي شكلك حلو قوي النهاردة يا جماعة it's make up effect عشان انا حطى make up النهاردة في mbc فmake up mbc عمل شغل عالي قوي قوي انا عايزة منكم طلب طلب بسيط جدا ممكن تدعولي بجد علشان الفترة دي محتاجة دعواتكو علشان عندي مشاكل كتير قوي 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 في حياتي ومحتاجة كل شخص يدعيلي بجد دعوة من القلب وقولولي تفارقتوا على حلقة mbc مصر النهاردة ولا لا وعجبتكو ولا لا بشكركو بحبكو جدا قوي بقى تحبوا نتكلم عن مواضيع ايه الفترة القادمة شكرا باي باي مع السلامة